بسم الله الرحمن الرحيم حقوقنا كانوا يدعونا إلى هذا الاجتماع أو كان من الأزر بهم أن يعقد هذا الاجتماع في مبنى محافظة كاركوك هكذا تحفظ الحقوق نحن لسنا بطالبين مناصب حتى في اجتماعهم يعطونا مناصب نحن لا نريد المناصب هكذا نحن هدفنا وغايتنا هو خدمة أهالي محافظة كاركوك بدون أي تفرقة نحن كنا قد حققنا النصاب قبل أسبوعين أو أقل من أسبوعين بأشرة مقاعد ولكن ارتأينا وانتظرنا إلى أن يضم إذا تحالفنا الاتحاد الوطن الكردستاني والسيدة الكوتة المسيحية حقوقنا نعم نحن نجلبها لنا ولكن ليس بهذه الطريقة الغير قانونية هناك تساؤلات عديدة من أهم التساؤلات هي لماذا عقدت هذه الجلسة بهذه الطريقة الغير قانونية لماذا لم تعقد في مبنى المحافظة كالجلسة الأولى لماذا لم يتم دعوة رسمية توجيه دعوة رسمية إلى باقي الكتل الكتلة الكومانية أو حزب الديمقراطي الكردستاني أو الأخوة العرب لماذا لم يقدم طلب رسمي إلى كما نص عليه المادة سابعا من قانون انتخابات مجالس المحافظات يجب عليهم تقديم طلب إلى السيد رئيس السن لمجلس المحافظة لكي يتم تحديد موعد لعقد هذه الجلسة ومن ثم التصويت على اختيار المحافظ ونائبه واختيار رئيس مجلس المحافظة كل هذا هو تساؤلات كثيرة أدى إلى هذه المخرجات أنا قلته سابقا قبل ثلاثة أو أربعة أيام من خلال شاشتكم الموقرة قلتها أن الحلول التي تأتي في الأيام الأخيرة أو الساعات الأخيرة سوف تهيز الشارع في محافظة كاركوك ولن تلبي طموحات أهالي المدينة بكافة مكونات أو أطيافه هناك تهميش واضح لمكون بأكمله وهو المكون التركماني هناك تهميش وإقصاء للحزب الديموقراطي الكردستاني هناك تهميش وإقصاء لنصف مخاعة المكون العربي هذه كلها مخالفات دستورية تؤدي إلى تساؤلات غريبة يجب على الاتحاد الوطن الكردستاني تصحيح هذا المصار نعم نعم نسمعك نحن لا نقبل الآلية أو الموعد أو مكان عقد الجلسة الإقصاء كيف يتم؟ يتم عن طريق عدم إبلاغ الجهة المقابلة نعم نحن إذا كانت هذه الجلسة في مبنى المحافظة وبرئاسة رئيس السن نعم كنا أول من نؤيد هذا التحالف لأن النصف زايد واحد شكر الحكومة ليس لدينا أي نقاط خلافية معها من يحقق النصف زايد الواحد نعم يستحق بجدارة منصب المحافظة أو رئيس المحافظة أو بقية المناصب نحن خلافنا الكبير والعميق على طريقة عقد هذه الجلسة التوقيت والمكان وآلية دعوة الأعضاء إلى هذه الاجتماع وبحضور شخصيات خارجة عن المحافظة يعني المحافظة أولى نحن أولى بقراراتنا نحن أولى بمشارعنا إذا كانوا يفكرون بمصلحة المكونات البقية كان يستغلون الدستور لصالحهم ويعقدونها نصف الزالسين في غرفة الانتخاب كانوا ليست من أهل كاركوك نعم عراقيين وأحزاب نعم نتشرف فيهم جميعا ولكن كان الأولى عقد هذه الجلسة الجلسة الأولى لما تم عقدها في إداءة الشبعة في مبنى المجلس حضره السيد أحمد الفتلاوي الدكتور أحمد الفتلاوي المنصق العام للتنسيق بين المحافظات والنواب العرب والتركمان والأكراد أيضا حضروا الجلسة الأولى التي بقيت مفتوحة هناك ضيوف كلهم كانوا من كاركوك نحن نرحب ببقية المحافظات ولم يصدر من أي جهة حضر الاجتماع الأول في 11 سبعة في مبنى المجلس لم يصدر أي اعتراضات لماذا؟ لأنه كانت قانونية دستورية من حيث طريقة الاجتماع من حيث مكان الاجتماع ولكن تعقد فيه نحن المسألة ليست مسألة اعتراف بالسيد ريبار السيد ريبار صديق وأخ عزيز لنا وزميع أعضاء الاتحاد الوطن الكردستاني والأخوة الأعضاء العرب نعم إذا كنا نعترف بشخص يعني كمنصب المحافظ لم نقدم شكوى اليوم تم تقديم شكوى رسمية من قبل سيد رئيس الزباة تركوان العراقية رئيس قائمة زباة تركوان العراق الموحدة شكوى رسمية في بغداد إلى المحكمة الاتحادية والأخوة العرب سيقدمون شكوى رسمية وأعتقد الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني لديهم نية بتقديم شكوى إذا كنا نعترف به لم نقدم شكوى لم نصدر بيانات ولم ننظم وقفات احتجازية نعم يعني أعيدها ليس للاتحاد الوطن الكردستاني أو الأخوة العرب ولا شخصية معينة ولكن على طريقة التعامل على طريقة العقد على ما داره خلف الكواليس نعم منذ اليوم الأول تم عقد جلسات ومناقشات واجتماعات مستمرة مستفيدة جدا بين الجهتين الجهة الأولى التي كانت تمثلت به الزباة تركوانية والحزب الديمقراطي الكردستاني وأغلب المكون العربي نعم الكل كانوا راضين على مقترحة زباة تركوانية بتدوير المنصب سواء الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني أو الغالبية العظمى في الكتلة العربية كانوا راضين على هذا المقترح ولكن كما قلتها يعني كنا نحب أن ينظم إلينا في هذا التحارف وهذه الفكرة الأخوة في الاتحاد الوطن الكردستاني يعني كنا متفقين اتفاقا شبه رسميا وتقريبا لم يظل أي عاق أمامنا ولكن تأجيلنا إعلان التحالف أو الدعوة إلى عقد الجهسة كان لإعطاء فرصة للأخوة في الاتحاد الوطن الكردستاني لتقديم بعض التنازلات لكي نستطيع أن نوصل إلى مشاركة حقيقية في الإدارة وعدم إقصاء أي مكون أو أي مقعد ليس مكون بكامله برمته ولكن حتى لو كان يمتلك مقعدا واحدا لماذا؟ لأنه الدستور والقانون والعرف الأخلاقي لنا لا يسمح لنا بهذا في الجلسة الأولى تم الاتفاق بين جميع الأعضاء الحاضرين وبحضور النواب والدكتور أحمد الفتلاوي تم الاتفاق على عدم عقد الجلسة إلا بعد موافقة جميع أعضاء مجلس المحافظة أو الكتل الفائزة وبعدها يتم الطلب إلى الدعوة الرسمية هذا كان اتفاق علني بين جميع الأعضاء نعم نعم السيد غريب عسكر هو نائب تركماني ونتشرف به دائما ولكن الجبت تركماني العراقي هي صاحبة التفاوض في هذا رئيس القائمة هو المخول للتفاوض وحضور الجلسة وأعضاء المجلس المنتخبين من قائمة جبت تركماني العراق الموحد هم الذين الأولى كانوا يحضرون هذا الاجتماع نحن ليس لدينا أي اعتراض على حضور السيد غريب عسكر التركماني لهذا الاجتماع لأنه نائب تركماني ومن كاركوك وليس لدينا أي شيء معه ولكن المفروض حضور السيد أحمد رمزي والسيد سوسن عبدالواحد لهذا الاجتماع يتم دعوتهم كما تم دعوة بقية الزملاء والأخوة في الاجتماع يعني هذا الاشكال القانوني يعني هم الذين يصوتون وليس السيد غريب عسكر أو السيد بافي الطالباني أو السيد خالد شواني هذول يعني كانوا حاضرين ونحن نتشرف بهم جميعا ولكن الأولى حضور الأعضاء الذين يمكنهم التصويت أعضاء الفائزين فقط نعم لكل حادث حديث ننتظر قرار المحكمة الاتحادية وإن شاء الله سنتنصف المكونات التي تم إقصائها وبعدها سيكون لنا إجراءات مباشرة بعد القرار المحكمة الاتحادية ولكن ما هي سنفضح عنها إن شاء الله في المستقبل القريب سنسلك جميع الطرق الدبلوماسية والقانون والدستورية نعم نعم الإنصاف يكون عن طريق الدعوة إلى عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس وانتخاب نوابه وانتخاب المحافظ ونوابه هذا هو الإنصاف وليس فرض واقع الحال وفرض المناصب علينا لأن هذه المناصب مفروضة وأحب أن أقول للأخوة في الاتحاد الوطن الكردستاني هذه المناصب التي تعطونا إياها هو أصلا من حصة المكونة الالتركمانية من قبل يعني كتوزيع قبل السنوات وليس ولا يوجد منصب سوى نائب الأول للمحافظ هو استحقاق قومي تركماني كنا نحب أن يكون الجلسة هنا ويتم دعوتنا إلى هذه الجلسة وليس بالضرورة أن نصوت لصالحكم أو صالح مرشحكم هناك ديمقراطية في طريقة التصويت لربما كان هناك مرشحين آخرين يتولي هذه المناصب ولكن مع الأسف لم يطم هذه الطريقة ونحن أعلنها يوم أمس عن طريق مؤتمر صحفي بأننا لا نريد أي مناصب ولا نعترف بأي مناصب إلا بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا هذا لن يكون عادلا لأنه قائمتنا حصلت على أكثر من 75 ألف صوت ويتم أخذ المناصب وإعطائها إلى أشخاص آخرين من خارج القائمة هذا ليس عادلا هذا يعكس الصورة السلبية للأخوة المتحالفين في الجلسة ولكن نحن نحب أن يعاد هذه الجلسة وإنصافنا عن طريق مشاركتنا في التصويت وطريقة التعامل معها ومن ثم توزيع هذه المناصب بوجودنا ولا نقبل أي مناصب خارج المكون التركماني أو خارج القائمة القائمة جابة تركماني العراق الموحد هناك أعضاء فائزين وأعضاء في الاحتياط وأعضاء حصلوا على 11 ألف وثمانية آلاف وستة آلاف الصوت هل من المعقول إعطاء المناصب إلى أشخاص آخرين من خارج القائمة أصلاً لم يرشوح أنفسهم نحن لا لأن هذه الأمور أمور ثانوية ولكن الأمور المهمة لنا هو الطريقة وإعادة الجلسة بالطرق القانونية والدستورية نعم لا بالعكس لم يكن هناك أي خلاف بين السيد أرشد الصالح والسيد حسن توران بل بالعكس جميع الاجتماعات التي عقدت برئاسة السيد محمد الشياء السوداني في بغداد ومع الأخوة قادرة الكتل السياسية والنواب كان يحضر السيد أرشد والسيد حسن توران معاً وحتى إذا كانت هناك اجتماعات يحضرها السيد أرشد الصالح يقوم بأخبار السيد حسن توران بكل التفاصيل وعدم أخذ القرارات وبالعكس تماماً السيد حسن توران هناك تواصل دائم بينهما السيد أرشد الصالح مشغول بالعمل السياسية في بغداد والسيد حسن توران مشغول بالعمل السياسية في محافظة كاركوك وهناك تنسيق عال وتام بينهما وحوارات هاتفية بكل التفاصيل وهم على العلم بكل التفاصيل التي يجري على حدة نعم الدعوة ليست هكذا القانون لا ينص على إرسال الدعوة من خلال الواتس آب يعني هذه مشكلة الدعوة تكون عن طريق ورقة رسمية مقدمة باليد إلى الرئيس السن ورئيس السن هو المخول الوحيد بدعوة بقية الأعضاء وبقية الكتل السياسية الفائزة وليس عن طريق رسالة نصية في الدقائق أو الساعات الأخيرة وفيه مكان العاصمة بغداد وليس كاركوك هناك من لديه برامة يقوم به هناك من لديه أمور عامة يقوم به في المجلس أو خارج المجلس الدعوة ليست بهذه الطريقة حتى وين تم إيصالها لنا هذه ليست بالدستورية أو واقعية أو قانونية يعني يجب القانون ينص على من يشكل النصف زايدا واحد بتقديم طلب رسمي موقع من قبل الأطراف المتحارفة إلى ورقة تحريرية إلى السيد رئيس مجلس المحافظة الرئيس السين راكان سعيد الجبوري وعن طريق الرئيس السين يتم توزيعه بشكل تحريري وبكتاب رسمي إلى بقية الكتل السياسية بمدة يعني لا تقل عن ثلاثة أيام أو يومين لكي يتسنى على هذه الكتل التحضير لحضور هذه الزلسة هذه الطرق القانونية والدستورية والواقعية والمنطقية نعم هذا الموقف يعني موقف مشرف جدا من الجارة تركيا والتي كانت منذ اليوم الأول قدمت لنا مقترحات عن طريق السيد رئيس الوزراء أو عن طريق قادة الكتل أو رؤساء الأحزاب السياسية للملمة البيت الكاركوكلي وللوصول إلى حكومة ترضي جميع المكونات وجميع العضاء الفازين ولا تقصي أحدا هذه الرسالة اليوم هي رسالة إلى الاتحاد وطن الكردسان اللي يعلمون مدى الخرق القانوني الذي حصل نحن نريد الاستناد إلى القانون القانون يقول مادة رابعا من المادة 13 من قانون التخابات على التوزيع العادل والمتساوي وإشراك جميع المكونات بغض النظر عن المقاعد الفائزة بإدارة المحافظة وهذا النص واضح وصريح ولا يقبل الشت فيه وهذه الجلسة خالفته مئة بالمئة ولم يشرك جميع المكونات بل أقصت مكونات أعتقد هذه الرسالة ستصل إلى الأخوة في الاتحاد وطن الكردستاني والسيد رئيس مجلس الجزراء والسيد بافل طالباني رئيس الاتحاد وطن الكردستاني وإن شاء الله سيكون هناك خطوات إيجابية لحلحلة هذه الأزمة لحلحلة المشاكل التي عقبت هذه الزلسة نعم ترجمة نانسي قنقر